السلام عليكم ورحبا بكم من جديد في قناتي لمسة الدوقية مع توريا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و تمام الصحة والعافية ان شاء الله اليوم ان شاء الله فقد نقدم لكم وصفة خاصة بالشعر خاصة بتساقط الشعر وصفة رائعة لتساقط الشعر كتعل الشعر وكتعطنا ناتجة من اول استعمال كاللحظة الفرق مكوناتها بسيطة وفعاليتها كثيرة نتمنى ترى المقادر اللي ستحتاجون لهذه الوصفة لدينا كاس لذيطة الزيتون كاس ميكونش عمر بزف وعندنا هنا هادي رغماش يحبت الحبة السوداء هادي زريعة البصلة هادي هما المكونات اللي ستحتاجون لهذه الوصفة زريعة البصلة وزيت الزيتون وضروري ان زيت الزيتون ميكونش مدير لها الملح كما تشوفوا هادي هما الحبات ديال زريعة البصلة هاتلقوها عند اي واحد كيبيع اي عطار او لا اي واحد كيبيع الاشبرا هاتلقوا عندو زريعة البصلة هنيا عندي معلقة كبيرة عمره مزيا وكاس مع مرش ديال الزيت هما اللي غادي نحتاجوا فقط فهذا الوصفة هادي بنسبة البصلة راكم عارفين المنافع ديالها فليهذا غا نستعملوا هنيا زريعة البصلة غا تعطينا نتيجة احسن ان شاء الله ندوزل الطريقة بنسبة الطريقة فغادي ناخدو كاسرونة غادي ندير فيها هاديك الزيت نديرها فوق بماغي فوق حمام مريم فوق كاسرونة اخرى فيها الماء كما كتشوفوا هاكدا وغا نخليوها تسخن وف نفس الوقت غادي ناخدو مقلة غادي نسخنوا فيها هاديك الحبات ديال زريعة البصلة كما كتشوفوا النار ماشي قوية غا ندير زريعة البصلة وغادي نبدأ نحركها حتى كتسخن حيلا كنحمرو الزنجلن حتى كتسخن مزيان وكتسخن عندنا حتى الزيت في حمام مريم يعني بجوجهم يكونوا كي يسخنوا في نفس الوقت من بعد ما تسخلينا هاديك الزيت مزيان في حمام مريم وهاديك الحبات ديال زريعة البصلة فا غادي نخلطوهم ها هو مادو غادي نخلطو زريعة البصلة مع الزيت غادي نحاولو نحركوهم غير بغيب هاي هاكدا الكاسرونة نشدها ونحركها شي شوية وما غاديش نخليها فوق حمام مريم فغادي نزولها وغادي ندها مباشرة غادي نفرغها فقرعة اللي نكونوا غاصلينها من قبل ومنشفينها مزيان ومعقمة ها كما كتشوفوا غادي نديرو شوية فقرعة بش ما ترتقش لنا نسخنوها شوية عاد نديرو الكمية اللي بقات عندنا نفرغوها كاملة فقرعة هادي را وصفة سهلة ممكن اي واحد يوجدها ما نخليو تشي حاجات شي انا غا نزله بالمعلقة من بعد ما اخويتها في القرعة فغادي نسدع لها نسدع لها مزيان وغادي نغطيها بمنديل اللي يكون ما كيبيا نشده منديل اللي يعني ما يكون شفاف يكون كيما كتشوفها كاشيلون مغلوق وغادي نحتفظو بها في البلاكر ما غاستعملوهاش من نهار الاول غادي نحتفظو بها في البلاكر لمدة ديال 3 ايام كل نهار غادي نهزو القرعة وغادي نحركوها غي هاكدا به هات الطريقة هادي غادي نحركوها مرة حتى الجوج المرات في النهار ونرجعو نحطوها كما كتلكم تكون في بلاكر بعيدة على الضغط من بعد ما تدوز تلتية طريقة ديالي استعمال فغادي ناخد هاد الزيت هادي غادي نشقه بها الشعر مثلا سيدا غادي نطف صبح وغادي ندوش من بعد ما تسلي شقة ديالها فغادي نضي غادي نشقي شعرك بهاد الزيت وتبقى يعني بعد ما تدري فوطة سخونة على الراس نديروها في الماء سخون ونعصروها مزيان ونديروها على الراس باش كي تفتحو لنا المسام نديروها على الشعر نخليوها واحد ساعة حتى الساعتين على الشعر ومن بعد نغسلو الشعر ديالنا بشكل عادي كما مول في نديما ممكن نستعملو الوصفة من مرة حتى الجوج ديال المرات في الأسبوع ومن نتيجة تتبلينا من المرة الأولى تنحسوا بأن تساقط ديال الشعر بأن الكيميا اللي كتنزلينا في الحمام وحنا تنصلو شعرنا فكتقل كتقل بزاف نتمنى أن الوصفة تكون نالت إعجابكم إلا عجبتكم ما تنسوش تخليوا لي اللايك وتعليق إلا جربتوا الوصفة خليوا لي تعليق باش نزيد من تشجاع وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات إلى اللقاء